ترأى سمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الجلسة الثامنة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس والتي عقدت عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي وفي بداية الجلسة صادق المجلس على مضبطة الجلسة السابقة قبل أن يتم اختار أصحاب السعادة الأعضاء بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بن عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بشأن منتهى إليه المجلس بخصوص المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي مع اختار المجلس بحالتهما إلى لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية كما جرى اختار المجلس بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة على المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل لينتقل الأعضاء إلى مناقشة البند المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية والنظر في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل البند دال من المادة 23 من قانون الخطابات والمعاملات الألكترونية إضافة إلى النظر بمشروع قانون لبعض أحكام القانون الخاص بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض بعدها بحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني لينظر في تقرير لجنة الخدمات حول الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظره متوجها في الوقت عينه إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة 21 من قانون محكمة التمييز ترجمة نانسي قنقر